هذا الخبر اللي أعلنت فيه إدارة الكرة النسائية باتحاد الكرة عن انطلاق المرحلة الثانية من المعسكر التدريبي بمدينة الرياض وذلك للاستعداد لأول مبارتين دوليتين للأخضر في جزر المالديف ضد منتخبي جزر سيشل والمالديف وأكيد نتمنى لبناتنا كل التوفيق جميل جدا أنه اليوم بنتنافس مع دول الأخرى ونقيس نقيم احترافيتنا صحيح أن البداية موصلنا لمرحلة الاحترافية في وجود لاعبات محترفات ولكن الدعم موجود والرغبة موجودة والشغف موجود وأي أحد رح يحط هدف في باله وطموح رح يحققه بإذن الله شوفي أنا دائما أقول خلينا نلعب حتى لم نحقق بطولات حتى إحنا مش مطلوب مني أحقق بطولة من أول مرة ولا من ثاني مرة ولا حتى من عاشر مرة التجربة كيف حوصل كيف هتسمي منتخبي أو فريقي احترافي ما عمري شفت منتخب أو فريق نجح كده أخذ بطولات من أول مرة وفاز تاريخك أنت متى يكوني ثقل لكي لما مش من كثر النجاح أحيانا من كثر ما أخفقتي إحنا طبعا لا نتنبأ بأي إخفاق إن شاء الله ومشاء الله إن شاء الله أن الجهود المبذولة على الفريق والمعسكرات اللي بيمروا فيها والتدريبات اللي بيمروا فيها أكيد بتسقلهم وبتخليهم إن شاء الله مستعدين وكلنا نتفائل بس الواحد يتكلم أنه أنت هنا بتلعب عشان تسقل خبرتك وتسقل مهارتك وتأخذ الخبرة والتواجد والتواجد الاستمرارية مهمة التواجد أحسنتي 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 لأنه أنت عارفة مهما رحت عشان بس إحنا ليش قاعدين نقول هذا الكلام من باب أنه الإخفاق والفشل هو جزء لا يتجزأ من النجاح من النجاح جزء لا يتجزأ من التطور ترى أنت لو دخلت في مباراة وفزت ودخلت في مباراة وفزت انت فاقد شيء فيه جزء انت فاقده اللي هو الفشل اللي هو كيف الروح الرياضية التقبل كيف أفرح للفريق الآخر لما يفوزه بنشوف كثير في مباريات ومنتخبات أحيانا المشجعين بيسيئوا أحيانا لفرقهم لأنه ما بيعطوهم المساحة التقبل والروح الرياضية فبالعكس أنا فرحانة لو رحنا لو كسبنا حلو فرحانين ولو ما كسبنا هي تجربة وخضناها والأحلى والأحلى كمان هم رحين يلعبوا بالمالديف أجواء حلوة الآن هناك وترتيبات كمان أكيد تكون جميلة مرة شيء حلو نتمنى لكل بناتنا الرياضيات التوفيق في كل المجالات جميل هذا الاهتمام بالسيدات الرياضيات وبدعمهم ولدفعهم بأنهم يكونوا في الصورة يكونوا في البطولات يشاركوا الدعم هذا جميل لأن الكوادر الوطنية موجودة لأن الشغف موجود لأن البنات اللي حبين هذا الشيء موجود إذن الدعم بالطريقة الصحيحة سواء من الأهل سواء من وزارة الرياضة ومن غيره فهذا الشيء ومننا إحنا كإعلاميين جدا طبعا سعيدين وجدا فخورين فيكم وإلى الأمام يا بنات وطني أكيد للأمام وعشان أخذك إلى الأمام في منطقة أخرى يا ريم ترجمة نانسي قنقر